مجزرة ثم فتح تحقيق بها ثم طي القضية دون نتيجة هذه الدورة الطبيعية للقضايا الأمنية في العراق بعد عام 2003 مجزرة منطقة جبلة في محافظة بابل ذات المعالم الواضحة والتفاصيل المؤلمة أعلنت الحكومة الحالية عن فتح تحقيق بها ومنذ البداية بدأ التخبط وكثرت التناقضات في تصريحات المسؤولين فمرة الضحية تاجر مخدرات ومرة آوى إرهابيين في منزله وأخيرا يخرج محافظ بابل بتصريح ربما لا يفهمه إلا هو عندما قال إن صاحب المنزل رحيم الغريري الذي استهدف منزله لم يكن مطلوبا بأي تهمة ثم قال بل كان هناك أمر قبض صادر بحقه من محكمة بغداد ولإثارة الدهشة أكثر يواصل محافظ بابل تميع الجريمة فيقول إن القوات التي هاجمت منزل الغريري تفاجأت بعد الهجوم بوجود ضحايا مدنيين في المنزل رحيم الغريري وتسعة عشر شخصا من عائلته بينهم أطفال ونساء قتلوا بهجوم القوات الأمنية تفق المسؤولون أخيرا وإن كان على مضض على توصيف الحادثة بالجريمة فهل يكفي العدالة للضحايا هذا التوصيف دون محاكمة مرتكبي المجزرة بعقوبات منصفة وليس الاكتفاء بإقالة مسؤول أو نقل ضابط من مكان إلى آخر كما هو معتاد مجزرة جبلة حدثت تزامنا مع قيام مصطفى الكاظم بتهنئة العراقيين بالعام الميلادي الجديد مستعرضا إنجازات حكومته في السنة المنصرمة تلك السنة التي شهدت هجمات ميليشيوية طائفية كان من بين أعنفها مجزرة قرى المقدادية في محافظة ديالة وختم هذا العام بمجزرة جبلة ببصمات طائفية واضحة وقد تكون استئنافا لسلسلة تغيير ديمقرافي في كل المناطق القريبة من بغداد وخصوصا في شمال محافظة بابل وما ناحية جرف الصخر ببعيدة عن منطقة المجزرة الجديدة